موسيقى صباح الخير لم يصدر حزب الله أي موقف رسمي عن معركة القلمون وقال السيد حسن نصر الله مساء أمس هناك تحضيرات ومؤشرات تبني الناس عليها إلا أن معالجة الوضع هناك محسومة لكن التوقيت والطريقة والمكان لم نعلنها رسميا وعندما تبدأ العملية ستتحدث عن نفسها وتفرض نفسها على الإعلام وأضاف لو انتظرنا الإجماع اللبناني لكانت الجماعات المسلحة في كثير من المناطق اللبنانية وردا على من قال من كلفكم بالأمر أجاب هذا تكليف إنساني وأخلاقي وديني كلام نصر الله جاء بعد ورود أنباء عن مواجهات في جرود بريتال وطفيل بين حزب الله والمجموعات المسلحة أسفرت عن تدمير آليات عسكرية للمسلحين وإيقاع إصابات في صفوفهم وسيطرة حزب الله على تلة قرنة نحل الاستراتيجية ارتفاع أنباء القلمون ترافق وتهديدات لدى الخاطفين من جبهة النصرة تضع مصير العسكريين في مقابل المعركة برمتها وإزاء هذا الوضع أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للجديد أن هناك حلا قريبا جدا لملف العسكريين لدى جبهة النصرة تطور آخر بالغ الخطر ترأى على قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري أمام المحكمة الدولية أمس فبعد دليل الاتصالات وترابط الخطوط الملونة ستصل المحكمة إلى الحائط المسدود ويسقط من يدها ما لم تكتشف روابط وليد جملات تاريخيا بالجينز من دون سواه وفي شهادة جملات بفرعها الثاني تنحصر تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس رفيق الحريري في موضوع التمديد لرئيس الجمهورية العماد أمين لحود وهو ما أصبح محط إجماع بين جميع الشهادات لكن ألا يسقط مفعول التهديد بالتنفيذ فالحريري مدد وقدم البيع للسوري والحود وكسر السبب الحصرية للاغتيال بحيث انتفت الأسباب السورية المجبة للقتل أما في فعل التهديد نفسه فأن رئيس الحكومة كان يسمعه يوما بعد آخر منذ وصوله إلى الحكم وهذا نمط حكم عفوا اعتاده الرئيس الشهيد ولم يكن لتغفو عيناه إذا لم يزر الدمشق أو يعرج على عنجر عند كل إيساءة كانت توجه إليه من السوري وأحيانا على مسمع محيطه السياسي وعن قول جملات إن الرئيس عمر كرام لم يكن يشكل حكومته وكان مسكينا فهل شكل رفيق الحريري حكومته بحرية يوما؟ ألم تكن الأسماء تأتيه معلبة من عنجر؟ أو يشكو الشهيد من ودائع نيابية ووزارية في طقمه؟ والحال هذه ألم يكن الحريري شيخ المساكين؟ إذن في إطلالته حول آخر المستجدات في المنطقة ضحض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الشائعة التي سرت بعد سقوط جسر الشغور حول اقتراب نهاية النظام السوري وفقدان الجيش السوري قدرته على المواجهة وأنه يتهاوى وأن حلفاء سوريا تخلوا عنها ووضع كل ذلك في إطار الحرب النفسية التي تريد النيلة من عزيمة السوريين وصمودهم وتوقف عند ونضوع القلمون السوري مؤكدا أن هناك عدوان فعلي وقائم في كل ساعة الدولة غير قادرة على معالجة هذا الأمر ولو كانت قادرة لفعلت ولو كانت قادرة ولم تفعل فهي مقصرة يجب أن تسأل أنه في جنود لبنانيين محتجزين وفي لبنانيين مخطوفين وفي لبنانيين يقتلون في كل يوم وفي ضيعة يعتدى عليها وفي جيش تابع للدولة يعتدى عليها وفي أراضي لبنانية محتلة وأنتم معا متحركوا ساكن أمام هذا الواقع وأنه لازم هذا الموضوع يتعالج نحن سنذهب إلى هذه المعالجة ولكن نحن نمنع لن شيئا على المستوى رسمي حتى الآن يعني على مستوانا هناك تحليلات في حكي في مواقع التواصل الاجتماعي في فرضيات وافتراضات هذا موجود وهذا لبنان بعض لكن نحن لم يصدر أي موقف رسمي من حزب الله يتحدث بعد عن هذا الأمر هلأ بوصله يعني شوي تفصيل لا بيان ولا موقف ولا أي أحد ووقف حدا مننا وقال سوف نفعل كذا ونبدأ من كذا وكذا وكذا نعم في مؤشرات في تحضيرات الناس عم بتشوفها بتبني عليها أنه شو قريبه ساعات أيام أسابيع إلى آخر هذا المناخ موجود وصحيح لكن نحن من جهتنا لم نعلن شيئا أصل أننا سنذهب لمعالج ما لهذه المشكلة هذا محسوم هذا بالنهاية عدم القيام بي هو تخلف على المسؤولية لكن متى يعني الزمان ما حدا حكي شيء بعد طيب المكان وين بالضبط أين من أين إلى أين حدود هذه العملية المفترضة سقفها المكاني سقفها الزماني مراحلها إلى أين تريد أن تصل أهدافها الميدانية ما قالنا شيء لا حدا يلزمنا بشيء لا حدا يلزمنا بشيء فيما يتعلق بحزب الله لم يصدر بعد أي كلام رسمي حتى حدا يطالبنا فيه أو حتى رأيه العامي حاسبنا عليه الآن أو لاحقا وأنا أقول لكم حتى ريحكم أنا من أنه يطلع حدا وينسب بيان لحدا بحزب الله أو إعلام حربي أو علاءات إعلامية نحن لن نصدر بيانا لن نصدر بيانا عندما تبدأ هذه العملية هي ستتحدث عن نفسها وستفرض نفسها على وسائل الإعلام وحينه إذن سيعرف الجميع أن هذه العملية قد بدأت الرئيس سعد الحريري رد عبر تويتر على خطاب نصر الله فقال أن مصطحة لبنان باتت في آخر السطر من تحليل السيد حسن والأمر المؤكد أن الدولة في لبنان مشطوبة من عقله فلا مكان للجيش والحكومة والمؤسسات وحزب الله هو البديل عنها وسيقوم مقامها في الذهاب إلى الحرب في القلمون وأضاف الحريري أن نصر الله يتعامل مع عاصفة الحزم باعتبارها هزيمة شخصية له وللمشروع الإيراني في اليمن وهو يتناول الموضوع اليمني كما لو كان يتحدث عن الضاحية أو النبطية ويتصرف كما لو أنه القائد الفعلي للحركة الحوتية وأكد أن نصر الله مسؤول عن الخدمات الإيرانية الأمنية والسياسية في اليمن وأن مصلحة لبنان بند أخير في اهتماماته بعد مصالح إيران في اليمن والعراق وسوريا تشهد جرود عسال الورد وبريتال وطفيل ومنطقة الجب عند السلسلة الشرقية اشتباكات عنيفة بين مسلحي جبهة النصرة وعناصر من حزب الله وجاءت الاشتباكات إثر هجوم أقامت به النصرة أو النصرة على مواقع استحدثتها استحدثها الحزب في اليومين الماضيين في ظل الاستعدادات المتسارعة لفتح جبهة القلمون بشكل أوسع وأفتت مصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين المجاهدين والمجموعات المسلحة في جرود الطفيل وبريتال مشيرة إلى تدمير خمس آليات ومقتل 12 مسلحة في المواجهات وذكرت مصادر ميدانية أن العشرات من مسلحي جبهة النصرة قتلوا في كمائن زراعها المجاهدون في جرود الطفيل وبريتال العسكريون المخطفون يناشدون الجيش وحزب الله عدم التدخل في معركة القلمون والأهالي يهددون بالتصعيد في ظل أجواء تحضيرات جبهة النصرة لما أسمتها معركة الفتح المبين في القلمون عبر فيديوهات بدأت بنشرها عن وقع الأرض كان للعسكريين المخطفين حصة من هذه الحرب الإعلامية إذ نشر حساب مراسل القلمون السابع لجبهة النصرة على تويتر شريطا مصورا لسبعة من العسكريين المخطفين تحت عنوان رسالة من الأسرة الشيعة إلى بني قومهم حذروا فيه من أنهم سيدفعون ثمن معركة القلمون إذا انخرط الجيش وحزب الله وطلب العسكريون أهاليهم باختيار مفاوض صادق على حد تعبيرهم وإن اعتبروا أن اللواء عباس إبراهيم يعيدوا الأهالي ولا يفي فهم وضعوا ثقتهم بوزير العدل أشرفي فيه إثر ذلك هدد أهالي العسكريين المخطفين من ساحة الاعتصام في الرياضي الصلح بتصعيد موجع إذا لم يعد أولادهم سريعا وقالوا أنهم لا يتحملون مسؤولية ما يقوم به حزب الله في سوريا نتمنى على رئيس الحكومة يا رئيس الحكومة صارنا خمسة شهور من غير شر يجي ألبك ما عم تقبلنا بدنا نعرف شو الأسباب لاش مش عم تشوفنا ولاش مش عم تقبلنا ولاش أطعتوا مذكري التوقيف بمصطفى الحجيري بوقت كان عم بيساعدنا عن جابة النصرة فيكن تفهمونا بدكن أولادنا أو أنتو نويين تقتلوهن من خلال هاي المذكرة لأطعتوها بمصطفى الحجيري بعدين بالنسبة للشيخ مصطفى الحجيري شو ألكم معه يا خي؟ هذا الزلم أنا بدي أحكيه على الإعلان هلأ بدون الشيخ مصطفى الحجيري ما بيصير مفاوضات أولادنا ما بيطلعوا لأنه هو الحلقة الأساسية بهذا الموضوع من الأساس كان عم يساعد الزلم عم يشتغل ولم يزل والشغل الثاني بدي أوجه للشيخ الشيخ أبو ملك التلة يا شيخ أبو ملك براجئا بلكي بتكون انت حنون وعاطف علينا أكثر من دولتنا الكريم الموجودين نحن تحت سقفة وتحت رايتنا مثل ما بيقولوا في دولة بلبنان ومنتمنى يكون في دولة وفي السياق أكدت مصادر مطالعة على المفاوضات للجديد أن التفاوض مع جبهة النصرى وصل لخواتيمه وتم التوصل إلى اتفاق إلا أن جبهة النصرى هي من يماطل في هذه المرحلة وليس كما تدعي وتقول المصادر أن سبب المماطل قد يكون الاستخدام العسكريين كدروع بشرية في معركة القلمون القادمة وأضفت المصادر أن الوسيط القطري موجود في تركيا حاليا وينتظر أجوبة من جبهة النصرى عن التفاصيل اللوجستية المتوقعة على أن يأتي إلى لبنان فور حصوله على أجوبة أبواق حرب القلمون انطلقت منذ أشهر والحديث عن قرب تصعود غبارها تعظم في الأيام القليلة الماضية فهل هي حقيقية أم حرب نفسية؟ ذاب الثلج وابان مرج القلمون حشود وتعزيزات من الأطراف جميعا سيناريوهات وتكتيكات نشرت عبر وسائل الإعلام كل يظهر قوة الرادع والهجوم في آن حتى بات من يظن أننا أمام توازن عسكري قد يبقي طرفين عند حدود أطراف لقعة المعركة من أهم عناصر الهجوم عنصرين أساسيين العنصر الأولى هو عنصر الصدمة التي يمكنها سببها الهجوم ويجب أن يترافق هذه القوة لأحداث هذه الصدمة مع المفاجأة إذا كان هذه الأماصر الأساسية التي تؤمن نجاح هجوم معين بالفعل إذا كان حزب الله يريد أن يقوم بمعركة هجومية في القلمون كان عليها أن يعافظ ويدعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بقدر معين من الخطاب العسكري في العلم العسكري هناك ما يسمى بضبابية المعركة ولن تنجلي إلا في المعركة عينها إذ يتبين عنصر المفاجأة الذي يخفيه كل طرف بعيدا من الحرب النفسية هذه الفصيل إذا قلنا داعش لديها اتصال مع الوسط السوري وعبر البادية ويمكن قد يكون وصولا إلى دار الزور والرقة الفصائل الأخرى أيضا أثبت بأن قادرة في كل الظروف الأمنية والمناخية على البقاء في هذه المنطقة وعلى العمل فيها تانيا هناك موضوع يشد هذه العماثر على الدفاع بشكل يعني مستميت إذا بدك عن هذه المنطقة للبقاء فيها هم من أبناء هذه المنطقة وعائلاتهم بادت موجودة في مخيمات على التخوم اللبنانية وخصوصا في مناطق أرسل وغيرها يبدو بأن المعارضة قد حصلت على بعض الأسلحة المتطورة التي تسمح لها برميات دقيقة وبعيدة وفاعلة ومنها بعض الصواريخ الموجهة والتي رأيتها يعني بأنه ويبدو بأنها قد وصلت إلى القلمون في الفترة الأخيرة الحاجات العسكرية لخوض مثل هذه المعركة بشكل حاسن كبيرة هي بحاجة أيضا لكمية كبيرة من الضخائر ومن الدعم اللوجستي وإعدادها قد يطلب المزيد من الوقت وعلى حضر الله يعني بالواقع أن يحرر وحداته من عدة جبهات إذا كان بالفعل يريد هذه المعركة أن تكون معركة ناجحة ونهائية على عكس باقي العلوم التي يتمتع كل منها بمنطقه الخاص فإن لعلم الحرب لغة تبقي المنطق بعيدا إذ أن شواهد ميدانية تاريخية أظهرت أن للحرب قوانينها حتى مع التخطيط والعديد والعتاد الجيد وبحسب الخبراء فإن معركة تاننبرغ في الحرب العالمية الأولى بين القوات الألمانية والروسية خير دليل على ذلك باسل العريضي قناة الجديد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتابع استجواب النائب الممدد وليد جملاط لليوم الثاني على التوالي إنه يوم التحرير كما يسمى في هولندا أو عيد استقلال البلاد غلقت الأعلام أينما كان وأغلقت المحال التجارية والدوائر الرسمية احتفالا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استأنفت عملها بصورة طبيعية بالرغم من هذا العيد إذنها تسير طبعا على الرزنامة اللبنانية للأعياد الرسمية واليوم في لبنان عيد عيد قد تهتم للمحكمة الدولية بإضافته إلى رزنامتها إنه العيد الوطني للسلحفات استأنف النائب وليد جملاط شهادته في يومها الثاني من حيث انتهت في اليوم الأول مقملا روايته عن التضييق السوري عليه وعلى الرئيس رفيق الحريري مع اقتراب موعد التمديد للرئيس أمين لحود قبل ستة أيام ستة أيام من اغتيال رفيق الحريري في دارته في قريتم كان الحديث عن الانتخابات كالعادة كيف سنتعاون في الانتخابات ونفوز الانتخابات لكن قال شيئا ملفتا قال شيئا ملفتا لأن يبدو أن هناك أشخاص عندما تقترب الساعة ورفيق الحريري كان شخصا مؤمنا مسلما مؤمنا كان مؤمنا كان ربما أتاه إلهام حدس قال لي إما بيقتلوك أو بيقتلوني هذه بثماني شباط الفين وخمس أنت ذكرت أنك تلقيت اتصالا من العماد حكمة الشهابي وقال لك أن تتوخى الحذر وأنت كنت قد قلت سابقا أنه لديك علاقة مميزة مع هذا المسؤول السوري وتعرفه منذ فترة ما الذي قاله لك في الاتصال الهاتفي قال لي بكلمات بسيطة وواضحة ودقيقة انتبه يا وليد انتبه يا وليد بكف بهذه الكلمات أستنتج أن هناك خطر محدق أيضا يعني قد يحدق به قال لي انتبه يا وليد هل كان لذكر الدفع عندما قال أن شراك اتصلت بشراك قلت له هذا مش كافي قلت له أبو بهاء دوت الرئيس هذا مش كافي بعرفهم بعرفهم أكتر منك أنا بعرفهم أكتر منك هذا مش كافي ما تطمن بالك تبه وكنت إلى آخر لحظة إلى آخر لحظة آخر ليلة قبل ما نفترك ب13 شباط 2005 قبل اغتياله تاني نوم دائما كله انتبه ما صدقت ما صدقت رسالة أنه ما صدقت أن رسالة ممكن تردع بشار بالإغتيالات تركز الجديد في شهادة جنبلات على الفترة الفاصلة بين القرار الدولي 15-50 واغتيال الحريري بشار الأسد سأجيب على طريقة كان من أحد الطغاط الذين حكموا أو يحكمون حتى الآن في البلاد العربية يعني لم يكن فريدا كطاغي ننظر إلى هذا الشريط من الواضح أن هناك البعض الذين يرتدون ربطة العنق وزي العمل وغيرهم لا يفعل ذلك هل هذا تقليدي أو لا ما هو تعليقها حول هذا الموضوع هذه حريط اللبس ما لا علاقة أنا بكل حياتي يعني غالب حياتي بالبس جينز وهو جاكت جل طبعا بالمحكمة مشهور لبس اللبس الرسمي يعلم جنبلاط أن سير السلحفات للمحكمة لا تقطف ثماره إلا بعد سنوات طويلة إذا انتظر المرء فعل العدالة الدولية ولكن الجلسة علنية ومنقولة عبر الشاشات وبين بيروت والشام رؤوس تينع عين جنبلاط عليها عسى منبر المحكمة يفيد في قطافها جادغسون قناة جديد مبنى المحكمة الدولية في لاهاي بين الاستخبارات الهولندية ونعومي كامبل تحقيق من لاهاي للزميل جادغسون هذا بعض ما في لاهاي مدينة الملك في هولندا حصة لبنان منها هذا المبنى لا شك أن الهم الأمني كان الأساس في اختيار هذا المقر للمحاكمة فحتى القصور الملكية لا تظهر عليها الإجراءات الأمنية كهذا المبنى ابتداء من عدد كاميرات المراقبة الهائل في محيطه ولكن ليست الكاميرات فقط ما يشير إلى الطابع الأمني للمبنى بل أيضا طبيعته الهندسية إذ سيج محيط المبنى بأكمله وأحيط السياج بنهر اصطناعي لفصله عن الشارع وحتى أن المدخل الرئيسي أغلق نهائيا ليستبدل بالمدخل الجانبي المجهز بمكتب للتطقيق الأمني لدى مقارنة هذه الإجراءات الأمنية للمحكمة بمختلف المقارات العامة في لها يتضح لك تفوق المحكمة الخاصة بلبنان على معظم أقرانها والسبب أن هذا المبنى الذي اختير مقرا للمحكمة هو مقر الاستخبارات الهولندية سابقا واختارته المحكمة لهذا السبب تحديدا لكن والعلم لا يستحوذ لبنان على حصرية استخدام هذا المقار بل هو خاضع للإيجار وأبرز من استأجره المحكمة الخاصة بالسيراليون التي كانت تحاكم رئيس البلاد تشارلس تيلور غير أن جلست السيراليون كانت أكثر إثارة للصخب وحتى أكثر أناقة ففي المكان الذي يجلس فيه شهودنا السياسيين في الآوين الأخيرة جلست عارضة الأزياء البريطانية نومي كامبل نومي كامبل كانت قد قبلت هدية من تيلور عبارة عن حزمة من الماس الذي اعتبر العملة التي كان من خلالها يمول تيلور حربه في السيراليون سوجنا تيلور بنتيجة المحاكمة غير أن هذا الحكم انتظر ثمانية عشر عاما حتى صدر المحكمة اللبنانية لا يزال عمرها عشرة جدغسون قناة جديد أهلا من جديد جلسة محاكمة موقف عبر تعقد من جديد في التاسع عشر من أيار والمتهمون يدلون باعترافات وجها لوجه أمام أهالي شهداء الجيش اللبناني في المحكمة العسكرية وقف أكثر من سبعين متهما في أحداث عبره وجها لوجه أمام أهالي شهداء الجيش اللبناني وغاب عنهم زعيماهم أحمد الأسير وفضل شاكر وحاولوا مرارا تبريئة أنفسهم ونكران إفادتهم التي قدموها لدى استجوابهم وأكد المخلى سبيله الشيخ محسن شعبان أن الأسير قابل المفتي خليل الميس في إطار عمله الذي كان يقتصر على نشر الدعوة أن ذاك كما قال هو أكد أيضا أن وزير الداخلية السابق مروان شربل وعد الأسير عندما قابله في عبره بمساعدته على إنشاء ما يسمى كتائب المقاومة الحرة في حال امتثل الأسير وفتح طريق صيدة التي كان أنصاره قد قطعوها شعبان روى أنه رافق الأسير في زيارته إلى جوسي في منطقة القصير في حمص والتقى من وصفهم بالثوار لكن المفاجأة السارة لأهالي الشهداء تمثلت في إقرار المتهم أحمد قبلاوي بأن فضل شاكر ومعه أحمد الأسير كان يختبئان في الملجأ في خلال معركة عبره داخل المربع الأمني وكانا مسلحين وأنهما هربا معا بمرافقة مجموعة مؤلفة من 25 شخصا ورافقهم القبلاوي إلى منتصف الطريق ليتوارى بعد ذلك عن الأنظار ويحاول الهروب بزي امرأة اعترافات أثجت قلوب أهل الشهداء ووجودنا والتكاتف الشعبي الكامل رفع الغطاء السياسي الذي كان موضوع بمكان وحد من بعض الأشخاص على هالمحاكمات وشفنا بالمراحل الأخيرة تهاوي كتير من الرؤوس المدبرة وشفنا المحاكمة عم بتتم على قدر وساق عم بتتم وفقا للقوانين المرعية الإجراء وأكيد أنتم شدوا وسمعتوا معنا أمور نحنا ما منقدر نحكيها كمحامين نتحفظ على الكلام فيها بس بعتقد أنه التسوية سقطت نحنا منعرف أنه مقرأ بساحة عيد الشهداء ومنقول بهالتاريخ ما ضل فيه بقى من عيد الشهداء سواء التمثال الموجود بساحة الشهداء نطلب بإعادته أنا كتير مرتاحة هلأ نتفي إرتاح خاصة بعدما سمعت المجرمين عم بيجربوا يتهربوا ووقعوا بلسانهم بالعترافات تعتبر أنه سقطت التسوية أخيرا؟ طبعاً طبعاً سقطت التسوية يعني اليوم اتأكدنا أكتر أنه رئيس المحكمة أكدنا وكان قائد الجيش سبق وأكد أنه ما في تسوية على دم الشهداء وبعد الاعترافات الكتير واضحة بعتقد ما بعرف كيف معقول يسمحوا لنفسهم يحكوا بتسوية نحنا كنا الحقيقة متخوفين من أنه لنبلش التسوية حول فاضل شاكر أنه هذه التسوية تم على دم على حساب الشهداء كلهم مش بس بعبره الشهداء اللي سقطوا بطرابلس اللي سقطوا بحنين أنه هذه الحقيقة اليوم نحنا كل الأمل وكل شيء نلاقيه أنه المحكمة العسكرية كان كتير جيدة أنه نكون نحنا موجودين ونشوف شو عم بيصير ونكون عم نضغط حتى ما يصير في التسويات ربما كانت هذه الجلسة التي تعقد من جديد في التاسع عشر من أيار الحالي قد أعادت بصيصة آمل إلى قلوب أهالي شهداء الجيش اللبناني إلا أن ما يفيهم حقهم هو رؤية شاكر والأسير معا في قفص الاتهام يحاكمان كما يحاكم مسائر المتهمين من المحكمة العسكرية ألين حلاق قناة الجديد عقد مجلس الوزراء جلسة خصصة لاستكمال درس مشروع موازنة عام 2015 بغياب وزيري الصحة والسياحة وفي مستهل الجلسة طلب الرئيس السلام من الوزراء الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكر الشهداء وذكر أن الأعلام ستنكس اليوم لمناسبة هذا العيد ومن ثم قدم وزير المال عرضا مفصلا لأرقام الموازنة بما فيها مجموع النفقات والواردات المرتقبة ثم جرت مناقشة مستفيدة لهذه الأرقام ولمختلف بنود الموازنة وقرر مجلس الوزراء بنتيجتها الموافقة على الأسس والمعايير التي جرى اعتمادها من أجل تحديد الأرقام العائدة للواردات والنفقات المرتقبة كما قرر مواصلة مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل شنت كتلة المستقبل هجوما لاذعا على حزب الله مستغربة تصرفات الحزب وآخرها زعمه بأن تيار المستقبل يخالف الدستور وأنه يعرق الانتخاب الرئيس الجمهورية وحملة الحزب من جانب آخر مسؤولية ما قد يتعرض له لبنان واللبنانيون من تبعات مشاركته في معركة القلمون تحمل الكتلة حزب الله مسؤولية ما قد يتعرض له لبنان واللبنانيون نتيجة من تداعيات مشاركته في معركة القلمون التي يروج لها حيث أن مهمة الدفاع عن لبنان يجب أن تكون محصورة بالجيش اللبناني فقط الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند التقى الرئيس سعد الحريري في مقر إقامته في قصر الملك سعود للضيافة في الرياض بحضور وزير خارجيات فرنسا لوران فابيوس وأعضاء من الوفد الفرنسي المرافق وجرى في اللقاء مناقشة التطورات في لبنان والمنطقة إضافة إلى مسألة تزويد الجيش اللبناني الأسلحة الفرنسية من الهبة السعودية المقدمة إلى لبنان لتقوية الجيش والقوى الأمنية الشرعية وتطرق البحث إلى سبل مساعدة لبنان في مواجهة الأعباء الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين وتكثيف الجهود الدولية المبذولة لحل القضية السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري شيع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك الشهيد حمزة حسين زعيتر وحمل نعش الشهيد حمله ثلة من رفاق الدرب في موكب تتقدمه فرق كشافة الإمام المهدي وحملة الرايات والصور بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النأب الممدد علي المقداد وفعاليات المنطقة وذوي الشهداء وقد قتعت الطريق الرئيسة في المدينة وسط نثر الورد والأرز وهتافات التكبير والتهليل وصولا إلى مقبرة الشهداء حيث ورية في الثراء صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سكر سكر وقاضي التحقيق الأول الرئيس رياض أبو غيدة على سير العمل في المحكمة العسكرية لا سيما توقيف مجموعات إرهابية والرؤوس المدبرة لها ولفت مقبل إلى الحملات التي تتعرض لها المحكمة العسكرية مطالبا للإعلام بتوخي الدقة لافتا إلى أن ما جرى تداوله عن خطف أحد المواطنين عار من الصحة وأكد أن توقيفه كان سندا إلى خلاصات أحكام قضائية صادرة بحقه عن القضاء العسكري والقضاء العدلي زارت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مقر هيئة إدارة السير في الدكواني واجتمعت بالمدير العامة للهيئة هدى سلنوم للبحث في كافية تطبيق قانون السير في ظل الخطوات التي تتخذها لمواكبته بدي سجل ارتياحنا الكبير لتجاوب المواطنين مع تنفيذ قانون السير واللي بيظهر أي شخص اليوم متابع ومراقب بلاحظ أنه فيه يعني تطبيق جدي وبنسبة مرتفعة وبلاحظ أيضا أنه نسبة الحوادث والحمد لله نزلت بشكل كبير الحوادث نزلت بنسبة 30% المسجدات الداخلية والفراغ الرئاسي تناولهما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب الممدد طلال إرسلان ورئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم امراد الذي زاره على رأس وفد من الحزب عبثا نحاول أن نعجل بالاستحقاق الرئاسي الأهم من ذلك أو لا يقل أهمية أو أكثر أهمية من ذلك أن يكون هناك الحوار السياسي له الأولوي بالموضوع استقبل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويام وهاب رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان يرافقه رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق وتناول المجتمعون الأوضاع في لبنان والمنطقة في مؤتمر صحفي طالبت لجنة عمال الميومين وجوبات الإكراء في شركة كهرباء لبنان الممثلة للفائزين في الفئة الرابعة درجة أولى المراجع السياسية كافة بإدخالهم في ملاك المؤسسة نحن الفائزون في المباراة عن الفئة الرابعة الدرجة الأولى لا نعرف مصيرنا إلى أين رغم وعود وتأكيد كافة المراجع السياسية التي زرناها على وجوب دخولنا إلى ملاك المؤسسة أقامت الجالية اللبنانية في اليمن غدا تكريميا على شرف القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية لدى اليمن هادي جابر عربون تقديرا للجهود التي بذلها في اليمن لإجلاء أفراد الجالية اللبنانية هناك في ظل الأحداث والأوضاع الأمنية التي يشهدها البلد هذا الغدا أول شيء تنريد جزء بسيط بسيط من المجهود الكبير اللي عمله ساعة السفير لأنه من أول ما بلشت الأزمة هو يسعى مع كل المواطن اللبناني ويتصل فيهم تأمن كيف يطلعوا بكرامي وحضر الغدا حاجدوا من الشخصيات السياسية وديبلوماسية والإعلامية أهلا بكم من جديد الرئيس الفرنسي يشارك في القمة الخليجية في الرياض ويطمئن دول المنطقة في دعوة غير مسبوقة لرئيس دولة غربية منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981 جلس الرئيس الفرنسي فرنسو أولاند قضيف شرف بين قادة دول الخليج في الرياض مشاركا في المؤتمر الذي تناول أزمات الشرق الأوسط فطمئن أولاند الحاضرين إلى أنه في الشأن اليمني يمكنكم الاتكال على فرنسا لإرساء الاستقرار في هذا البلد معتبرا أنه يجب تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص باليمن من دون تأخير محيي موقف السعودية لدعوتها إلى مؤتمر حوار حول اليمن في الرياض إن التهديدات التي تواجه الخليج تواجه فرنسا أيضا ونريد أن نكون حليفا قويا وموثوقا لدول الخليج فالمنطقة تواجه تحديات من القاعدة وداعش وأطمعا من دول خارجية وحول الملف النووي الإيراني نرى أن على طهران تعهد بعدم الحصول على سلاح نووي أما حظر الأسلحة عليها فيجب أن يبقى على أن ترفع العقوبات عنها تدريجيا أن السعي نحو تطوير وامتلاك لسه الدمر الشامل ما فيه السلاح نووي يمثل تهديدا بالخطوة ليس على السلم والأمن المنطقة الحسب بل على السلم والأمن الدوليين وإننا نهيب في المجتمع الدولي خصوص مجموعة الدول الخمس زائد واحدة التي اطلاعنا بسورياتها الجسيمة بهذا الخصوص ولوضع قواعد صالمة تضمن المحافظة لهم المنطقة واستقرارها بالنسبة لأزمة السورية التي ترامدها وزادت خلال المعاناة للشعب السوري الشقي وتفشي الأرهاب وإننا نرى أن ما تضمنه بيان جنيف واحد يمثل مدخرا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع تأكيدنا أنا أهمي أن لا يكون نظام الحالي بدورهم في مستقبل سوريا وعلى هامش القمة التشاورية سعد طرفان الفرنسي والسعودي لتعزيز شراكتهما التجارية والاقتصادية وفي هذا الخصوص أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده تبحث مع السعودية في عشرين مشروعا اقتصاديا بقيمة عشرات مليارات اليورو في حال جرت الموافقة عليها كلها ومن بينها مشاريع مرتبطة بقطاع الأسلحة والطاقة وفي مجال الطيران المدني والبنى التحتية الخاصة بالمواصلات لاسيما في مدينتين مكة وجدة وفي مجال الصحة وغيرها من الاتفاقيات بضربة كف طارى مدير المراسم السعودي أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بإقالة رئيس المراسم الملكية محمد التبيشي من منصبه والتعيين بديلا منه وجاءت الإقالة بعدما صفع التبيشي مصورا صحفيا كان ينقل وقائع استقبال الملك سلمان العائل المغربي الملك محمد السادس يوم الأحد وأظهر الفيديو المتداول على موقع يوتيوب تعامل التبيشي المسيء إلى أحد الصحفيين وقيامه بالاعتداء عليه باليد في حفل الاستقبال وكانت مراسم الاستقبال التي جرت في مطار الملك خالد الدولي تنقل عبر القنوات التلفزيونية السعودية حيث ظهر التبيشي خلف الملك السلمان يصفع الصحفي مباشرة على الهواء واصدحشت كبير من الشخصيات السعودية والمغربية وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان عين خالد بن صالح العباد في هذا المنصب بردبة وزير قرار الإقالة للجريء هذا يؤمل أن تشمل مفاعله إطلاق سراح عددا من الصحفيين والكتاب السعوديين المعتقلين على خلفية فكرية وأولئك الذين أوقفوا بسبب تغريدات على تويتر علقت وزارة التعليم السعودية الدراسة في منطقة نجران المحاذية للحدود اليمنية بعد سقوط قذائف هاون على المدينة أطلقها الحوثيون أمس وأكد التلفزيون السعودي سقوط القذائف على المدينة الواقعة جنوب غربي المملكة مشيرا إلى أن الوزارة تعلقت العمل والدراسة في جميع المدارس بجنوب منطقة نجران وسقطت القذائف التي أطلقت من الأراضي اليمنية على مابان عدة في مركز منطقة نجران من دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا وأظهرت الصور الأضرار التي لحقت بمنازل وطرقات ومركبات في المدينة وعلى إثر القصف الحوثي أعلنت الخطوط الجوية في المملكة وقف جميع الرحلات في منطقة نجران حتى إشعار آخر اطلاقوا تدريبات الأسد المتأهب في الأردن أعلن الأردن والولايات المتحدة عن انطلاق تدريبات الأسد المتأهب المتعددة الجنسيات للسنة الخامسة على التوالي بمشاركة عشرة ألاف عسكري من ثمانية عشرة دولة ويهدف التمرين إلى مكافحة الإرهاب والتدريب على عمليات أمن الحدود والإخلاء وعمليات إنسانية وإدارة الأزمات وعمليات البحث والإنقاذ وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة الإرهاب الإلكتروني والإسناد اللوجستي وقد أكد مدير التدريب المشترك العميد الركن فهد الضامن أن التمرين سيجري في تسعة مواقع مختلفة في المملكة مشددا على أنه لا يوجد قوات قرب الحدود السورية أود أن أشير إلى أن هناك اهتماما متزايدا هذا العام في تمرين الأسد المتأهل لما يمثله من ملتقى للقادر العسكريين على كافة المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية هذا من جانب ومن جانب آخر لما تمر به المنطقة والعالم من صعود تيارات متطرفة بعيد كل البعد عن القيم الإنسانية واقترافها للجرائم البشعة بحق المؤمنين من جميع الأديان مما يستلزم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه التمرين لا علاقة له بما يجري حاليا في المنطقة لكن كلما عملنا أكثر معا كلما كنا أقوى طائرة بيفتي تو ستقلع من الولايات المتحدة إلى ميادين التدريب لتلقي أسلحة تقليدية في مهمة مدتها 35 ساعة وهذا ما لم نفعله في تدريبات سابقة ويأتي التمرين في ظل مشاركة الأردن والعديد من الدول المشاركة في هذا التمرين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق ولا نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأربعة ستة أيار 2015 ونبدأ مع النهار معركة القلمون لم تنطلق والعسكريون في خطر الجيش جاهز لأي تداعيات في الداخل وأيضا في النهار القمة الخليجية في حضور أولاند مع تطبيق القرار 2216 في اليمن الملك سلمان حذر من الأطمع الخارجية والهيمنة في المنطقة في السفير الحريري يهاجم حزب الله ويشارك في القمة الخليجية الفرنسية نصر الله حروبنا دفاعية من صنعاء إلى القلمون لا أمريكية تخالف تمنيات الائتلافيين وأنقرة سوريا تحشد في سهل الغاب لمنازلة حاسمة السفير بألفي ليرة ننتقل إلى الأخبار مساعد أحمد الأسير تحركنا بحماية قوى الأمن الداخلي نصر الله معركة القلمون قائمة هل تذكرون ست أيار أما في الأنوار المرصد السوري يؤكد استمرار المعارك في القلمون ونصر الله يقول لن نعلن شيئا عن العملية الحريري حزب الله يتحمل منفردا تبعات التورض بمعركة القلمون قمة الرياض مناطق أمنة في اليمن بعيدا عن ميليشيات صالح والحوثيين اعتداء الحوثيين على نجران يقابل برد سعودي عنيف في الديار نصر الله ذاهبون للحسم جذريا في القلمون وسنفعل ما يجب أن نفعله نحن أمام فشل سعودي وانتصار يمني واضح ولن نتخلى عن سوريا مقاتل وحزب الله سيطروا على تلة الحارة وصدوا هجوما على جروض طفيل وبريتال افتتاح القمة الخليجية في حضور أولاند الرئيس الفرنسي دعا الرياض لوقف الأعدامات ننتقل إلى المستقبل لفت إلى أن الأمينة العام لحزب الله يتصرف كقائد الحركة الحوثية ويؤكد أن الدولة مشطوبة من عقله الحريري يلتقي أولاند ويرفض زجر لبنان بالقلمون نصر الله يتبرأ من قاسم الملك سلمان لا يرى دورا لبشار في سوريا ودعوة الانتخاب الرئيس للبنان قمة خليجية بنكهة فرنسية تركز على اليمن وإيران ننتقل إلى البناء اليمنيون يستقبلون القمة الخليجية باقتحام نجران وسقوط عشرات السعوديين حزب الله يبدأ بمراكمة الإنجازات قبل ساعة الصفر بكمين نوعي في جبهة القلمون السيد نصر الله لمتبادل التهاني بسقوط سوريا عرسكم كاذب مصر تستضيف مؤتمرا لمكافحة الفكر المتطرف سلمان عصفة الحزم حققت أهدافها أما في اللواء حرب القلمون الحريري يضحض تبريرات نصر الله لاوطنية ولا أخلاقية قمة الرياض لدعم الجيش والاستقرار وسلام يجدد شكر المملكة والإسراع بانتخاب الرئيس قمة الشراكة العربية الفرنسية رؤية استراتيجية لمعالجة أزمات المنطقة الملك سلمان يرحب بمؤتمرين لليمن وسوريا في الرياض وأولاند يشيد بمبادراته في البلد لهذا اليوم نصر الله معركة القلمون حتمية وتعلن عن نفسها قمة التحديات دمستورا يبدأ محادثات جناف لمضاعفة الجهود الجيش يستعيد المبادرة في بيجي أما في الجمهورية القلمون تعيد سجال الحزب المستقبل أولاند ملتزمون أمن الخليج في الحياة الملك سلمان يقول إن المنطقة تتعرض لأطمع خارجية وأولاند يتعهد أمام القمة حماية دول الخليج ومؤتمر للمعارضة السورية يخطط لفترة ما بعد الأسد مركز لإغاثة اليمن في الرياض وإجراءات لحماية المنطقة من النووي صد وتقدم للحثين في عدن وقتال شارس في تعز ننتقل أخيرا إلى الشرق الأوسط وفيها الملك سلمان يأمر بإنشاء مركز إغاثة لليمنيين موقف خليجي فرنسي موحد ضد الإرهاب ومن مخاطر إيران ترحيب باستضافة اجتماع المعارضة السورية خادم الحرمين يحذر من الأطماع الخارجية وأولاند أمن الخليج من أمن فرنسا نصر الله معركة القلمون ستفرض نفسها نحن لن نصدر بيانا لن نصدر بيانا مواجهات في جروض الطفيل وبريتال النصرى تنشر فيديو للعسكريين والأهالي يهددون جملات من وحي الحريري إما بيقتلوك أو بيقتلوني وكان في الخاص مبنى المحكمة بخمسين نجوم مدير مراسم يطير بضربة كف هذا كان كل شيء في نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة